اشتركوا في القناة بالادلة والبراهين ان كبار المسؤولين في العالم يعلمون جيدا اننا في زمان الامام المهدي والسؤال اللي كتير من الناس كانوا بيتساءلوا خاصة بعد تصريحات الرئيس الامريكي عن الامام المهدي اين ردت فعل حكام العالم على هذه التصريحات خاصة المعنيين بالامر المفروض يعني حكام الدول الاسلامية فين رد فعل حكام الدول الاسلامية على هذه التصريحات هل سمعتم تصريح او تعليق لأي رئيس او ملك او امير دولة عربية او اسلامية تعليقا على كلام الرئيس الامريكي بايدن عن الامام المختفي او الامام المخفي الجواب لم نرى اي رد فعل رسمية وهذا هو الصمت المريب اوعى تفهم من ردة الفعل السلبية انهم لا يعرفون المهدي او انهم غير مهتمين بهذه القضية بل على العكس ردة الفعل دية عدم التعليق والصمت المريب اكبر دليل ان هؤلاء يعرفون جيدا الامام المهدي بل ومنهم من يبحث عنه ومنهم من يسأل عنه فاكرين من شهور لما عملت حلقة وقلت لكم ان رئيس احد الدول العربية جمع رجال الدين عنده وسألهم عن احداث اخر الزمان وهل هو من ضمن شخصيات اخر الزمان وانصحوني اعمل ايه اسيب الحكم ولا اترك الحكم فاكرين الحلقة ديت في هذه الايام رئيس احد الدول العربية والاسلامية وما قول رئيس ممكن يبقى رئيس او امير او ملك حاكم يعني حاكم احد الدول العربية بيسأل عن الامام المهدي ديت معلومة دقيقة جدا وبيجمع رجال الدين في دولته وبيسألهم عن الامام المهدي وعايز يعرف معلومات عن هذا الموضوع كأن الامر غير معروف لهم طبعا زي ما طلع الرئيس الامريكي على الناس عايز يوهمهم انه لا يعرف اي معلومة عن الامام المهدي وانه هو هيبتدي يتعلم وياخد معلومات عن الامام المختفي طبعا كل ديت مداخل ومقدمات لكي يهيئ او يهيئوا العالم للاحداث القادمة التي نراها قريبة جدا طبعا كعادة رجال الدين الموظفين اللي بيشتغلوا عند الحكام طمنوا وقالوا له اننا لسنا في هذا الزمان وديت اهم جزئية عايزين ان احنا نتكلم عنها ما الذي يدفع الجهات الرسمية وهذا معلن وهذا واضح ما الذي يدفع الجهات الدينية الرسمية ان تتكلم بهذا الكلام ولي خلينا نسأل سؤال اخر هل دور الجهات الدينية والمؤسسات العلمية اصبح تطمين الحاكم ان هو الكرسي بتاعه محدش هيقدر ان هو يهزه هل اصبح هذا هو الدور شوفنا يعني مواقف غريبة جدا الفترة الماضية وعلى مدار التاريخ مش عارف والله اقول ايه رجال الدين منهم الصالح ومنهم الطالح والتغيرات اللي بتحصل دائما واحد يعني يمسك الحكم فاذ برجال الدين يهادنه وعندما يترك الحكم ويمسك اللي بعده فاذ نفس المنهج منهج المداهنة والرسول عليه الصلاة والسلام نهى رجال الدين ان يقفوا على ابواب السلطان لان دية فتنة كبيرة جدا ولعلنا رأينا هذه الفتنة متجسدة في احدى الدول العربية الاسلامية عندما حدث موقف حاسم وطلب من اهل الدين ان يتكلموا فاذ بهم خزلوا القطاع الكبير من الناس وايه وانا اللبيب بالاشارة يفهموا طبعا حكام العالم الحقيقيين رسمين ادوار واضحة جدا لكل من يحكم اي دولة هؤلاء الادوار بتاعتهم لا يجوز لاحد منهم ان يتجاوز الخطوط الحمراء يعني لما يخرج علينا رئيس اكبر دولة في العالم ويتكلم عن الامام المهدي اوعى تفتكر ان هذا الكلام محض صدفة او كلام تلقائي من هذا الرجل دي التعليمات واوامر من حكام العالم الحقيقيين طيب ايه السبب هي رسائل شبه مباشرة للعالم ان تهيأوا ان فيه حدث كبير على وشك ان يحدث ولذلك الناس اللي دائما كانت تنكر وكانت تشكك عندما خرج رئيس امريكا وتكلم كانت مفاجأة كبيرة جدا وبدأوا يتكلموا في مبررات وبدأوا يتكلموا في امور يعني بعيدة خالص في التحليل عن الواقع وعن المنطق وهكذا نرى في هذه الايام ففي الاجمال اريد ان اقول اكتر ناس يعلمون حقيقة ظهور الامام المهدي هم رجال الدين واكثر ناس لا يقومون بالدور الذي ينبغي ان يقومون به هم رجال الدين وعملنا حلقات كتيرة قبل كده وتكلمنا بادلة وبشهادات الكثير ان هؤلاء يعلمون اننا في زمان الامام المهدي شفنا الرؤية التي رأتها احدى النساء من اليمن وذهبت في رحلتها الى العمرة وحكتها لامام الحرم وساعتها قلت مش هبين هو امام الحرم المدني ولا المكي ولغاية دلوقتي يعني الناس بتسألني وبتقول لي هو مين فيهم الشيخ فلان يعني المهم فقال لها في تفسير وتأويل الرؤية انها ستدرك اخر الزمان وستدرك الامام المهدي ونصحها اللا تحكي هذه الرؤية لأحد وان لها هيزجنوك اذا هؤلاء يعلمون جيدا اننا في زمان الامام المهدي الاشكالية الكبرى ان هناك ضحايا والضحايا دول ضحايا اسمهم ضحايا معركة الوعي اللي بنتكلم فيها ان هيظهر الامام المهدي وهم في غفلة والمسئولية كل المسئولية على اهل الدعوة اللي المفروض يعرفوا الناس فقه الواقع ماينفعش عندما يكون الناس في حاجة الى نوع معين من انواع او باب معين من ابواب العلم تروح تتكلم معهم عن فقه الوضوء وفقه الصلاة وتترك فقه الواقع في ذلك الوقت ولا تستغرب فان الاحداث التي نراها صمت اهل العلم اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم انه من علامات اخر الزمان الائمة المضلون تخيل ائمة مضلون عارفين كل حاجة ولكن لا يستطيعون او لا يريدون ان يتكلموا حفاظا على انفسهم وعلى كراسيهم وعن ادوارهم اللي هي في الحقيقة ادوار لا تعدوا سوى التمهيد لإيه لمن يريد ان يتخذ الشعوب مطية لتحقيق الاهداف طبعا كانت هذه اطلالة سريعة وتعليق سريع على الاحداث الجارية بارك الله فيكم ايها الاحباب لا تنسونا دائما من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر